السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبركة لسيدنا محمد وآله وصحبه وأتباه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقتنا وحينه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم على السهل إذا ما جعلته سهلة وإنك لو شايته اللي جعلته الصعبة سهلة Muscles of the front of the leg المسل زي ما علف الفرانتو وزي leg دي كلها Muscles معدية قدام الأنكل جوينت ورايح عشان تبقى Inserted في الفوت شدوا كده يا جماعة Insertion اللي في الفوت لفوق للأورجين بتاعه حتى هي راح يتواخدها Dorsal Aspect of the foot لفوق إن أنت تاخد Dorsal Aspect of the foot لفوق دي اسمها Extentions of Ankyl Joint أو بيتقال عليها كمان Dorsal Flexion لأن الخط الدorsal of the foot لفوق بيتقال عليها Dorsal Flexion أو Extentions of the Ankyl Joint المسلز دي بقى التندونز بتاعتها معدية In Front of the Ankyl Joint والتندونز ده هي متوضبة From Medial to Lateral تعال بقى نتعرف على أسام الأربع عدلات دول أول عدلة عدلة طالعة من التبية عدلة طالعة من التبية فقال لك نسميها tibialis anterior طب لازمتها يا anterior قص في واحدة أختها وراء في ال back of the leg اسمها tibialis posterior فلازم من هون دي تبقى tibialis اللي قدام tibialis anterior بعد كده هون في عندي عدلة معدية In Front of the Ankyl رايحة للصباع الكبير للDistal Phoenix الصباع الكبير على فكرة ده جماعة باللاتيني اسمه الهالوكس وأي عدلة رايحة للصباع الكبير اللي هو Medial finger sorry Medial To لأن الصابع هنعم بقى جماعة في الرجلين ما بتقالش عليها fingers زي اليد بيتقال عليها Toes فاللي رايحة لل Medial To ده هي دي رايحة للهالوكس اللي هو الصباع الكبير Most Medial To فدي لازم يتقال عليها X-Tensor Haluses Longus Longus عشان وصلة للTerminal Phalanx بقى يكون في عندي عدلة بربعة Tendons رايحة لل Lateral Fortus اللي هم باللاتيني برضو بيتقال عليهم زي الصابع Digits فدي تبقى اسمها X-Tensor Digitorum Longus ليه Longus لأنها هتبقى Inserted في Of the Terminal Phalanges أو Distal Phalanges فتبقى Longus فاحنا فاحنا عندنا طلعا من Tibia Longus Muscle Fibularis Tertius Muscle Fibularis Tertius دي ليه سموها Tertius التيرشيس التيرشيس يعني التالتة ففين الأولى والتانية لأنه هناخد يا جماعة في Lateral Group Fibularis Longus و Fibularis Brevis وأرجوكم يا جماعة بقى أخدوا بالكوا أنا ما هقول Fibularis العضلات اللي هي اسمها Fibularis دي كلها كانت زمان بيتقال عليها Brunias ما هي كلمة Brunias على فكرة يعني Fibularis فمثلا كان بقولوا على Fibularis Tertius دي Brunias Tertius بس ده المفروض يا جماعة في كتب الأناتوم الحديثة اتمسحت كلمة Brunias دي من حاجة بتاع خمستاشر سنة وعيب قوي ان كتبنا يكون فيها كلمة Brunias فإنه من Kletcher والتسمية بتاعت الأناتوم اتغيرت في آخر خمستاشر سنة وناس ده في الكتب الحديثة كلها اللي بقى لها حتى مش حديثة بقى لها خمستاشر سنة وفي بلاد برا لو قلت لهم Brunias يقول لك إيه Brunias الأسامي الغريبة الأديمة دي فطبعا يا جماعة عيب قوي قوي ان يكون في كلمة Brunias بس أنا طبعا عارف ان معظم الكتب في الدول العربية والكتب المحلية فأي دولة من الدول مألفينها ناس عرب دي كلها هتبقى حطا لك كلمة Brunias ودي معناها اللي كاتب Brunias ده ما بصش في كتاب آناتومي حديث بقى له خمستاشر سنة على الأقل فاحنا بقى كده هوا دايما هبقى أقول لك الكلام الحديث اللي هو في بيولاريس وأقول لك وكتب لك كده بابين قوسين في النوتس Brunias اللي هي الكلام الأديم ماشي نبوص نلاقي عندنا بقى ده هيا الفيبولاريس تيرشيس لأنها التالتة لأن في اللاتر الجروف في اتنين واحدة Longus واحدة بريفيس ودي بقى دي التالتة سوانطوطة دي تبقى التيرشيس في بيولاريس تيرشيس أو زمان كان نقول عليها بيرونية ستيرشيس نبوص نلاقي الأربع عضلات دولة جماعة متوضبين كده بالترتيب In front of the ankle joint عشان تفتكر The structures اللي بعدية In front of the ankle joint بالترتيب تفتكر كلمة توم has very nice dog and pig إيه بقى توم has very nice dog and pig دهيا توم تشير إلى تي تبياليس واحد اسمه توم فدي تشير إلى تي اللي هي تبياليس انتيرو has ال H بتاعت very nice ايه very nice دي بقى دي الفيسلز والنافز اللي معدية in front of the ankle joint هنبقى ناخدها قدام خلينا في المسلز وبعدين ايه الدوق دهوان الدوق دهوان اللي هو طب ايه البيج دي حسب الكلام القديم اللي هي بيرونيس تيرشيس ويروها دلوقتي بقت بدل الدوق بقت فروج يعني الوفضاع فروج واحد مربي كلبه مربيد اوفضاع فهناك عادي بيربه كدهو الحاجات غريبة ف او حسب التسمية القديمة عشان تجيب في بيولاريس ولا بيرونيس وتفتكر دايما الحاجات دي اللي عشان حتى بتفيدك او بتاع الاناتومي طوم هاز بيري نايز دوك اند بيج او فروب العدرات دي كلها جماعة لها كومان ارجين كلهم طالعين من انتروسيس ميمبرين وطبعا انت قاديين بقى واخد ابر لم قبل كده واعرف زي الانتروسيس ميمبرين اللي كان في الابر لم التيبيا والفيبيولا المسافة اللي ما بينها مش مخرومة كده وطبعا ربنا سدها ما بين التيبيا والفيبيولا بميمبرين ما بين العضم يبقى اسمه اي حاجة ما بين انتر عضم يعني اوسيس يبقى اسمه انتروسيس ميمبرين كل العضلات بتاعت الانتيرو جروب دي طلع من الانتروسيس ميمبرين ومعظمهم بقى مش كلهم طلعين من الانتيرو اسبكتوففبيولا اكسبت اول واحدة دي بابين اسمها تيبياسا انتيرو فكلهم طلعين من الانتيرو اسبكتوففيبيولا اكسبت تيبيايس انتيرو وكلهم بلا استثناء بما فيهم التيبيايات الانتيرو толعين من الانتروسيس ميمبرين و المسلس دي الاكشن بتاعها اي الكمان اكشن در كلهم ما عادين ان خمط فزا انكل ورايحين inserted في الفوت فلو شدوا الفوت لفوق هي حركة بيتقال عليها extension of the ankle joint و extension of the foot أو بيتقال عليها كمان dorsifliction dorsifliction انت داخد dorsum of the foot upward نبص لأيه العضلات دي كلها لها common nervous supply ايه common nervous supply بتاعها common nerve supply العضلات دي كلها وابلاستثناء sublight بنيرف اسمه deep fibular nerve deep fibular nerve اللي كان زمان اسمه deep brunial nerve وزمان اكتر كان اسمه anterior tibial nerve بينكم انا احب الاسم بتاع زمان او لانه معبر دي الانتيرور group sublight بالانتيرور tibial nerve ماشي ماشي طبعا انتوا اكيد في الكتب اللي هي الماشيين على الكتب القديمة دايما حيجيلك في الامتحان deep fibular لكن الناس اللي عندها بقى الكتب الجديدة وبيذكروا من مراجع وحاجات زكاون بيجي لهم المفروض deep fibular فكتبوا القديمة deep brunial والحديثة deep fibular الانتيرور العضلات دي بقى يا جماعة انا اخدها كده من واحدة واحدة من اول most medial اللي هي tibialis anterior tibialis anterior دي يا جماعة طالعة منين طالعة من الحطة الحامرة دي طبعا دي tibia واحنا عارفين tibia ليها medial border medial surface lateral surface ولها من وراء طبعا انظر بقى خلفي posterior surface طبعا منين tibialis anterior من upper two third of the lateral surface of fibula upper two third of lateral surface of fibula وزي المجموعة بقى كلها طالعة من الاخ اللي في النص المفروض يكون سادة دي اللي اسمه interrosis membrane نازل عشان تبقى inserted فين بقى tibialis anterior اجي العظمة هو بتاع بقى الفود يعي insert في العظمتين دول ايه العظمتين دول طبعا عندول الثلاث عظمات اللي اسموهم q uniform bone lateral intermediate و medial q uniform bone التبقى لسا عنشيب يا جماعة inserted في medial aspect of the food في medial q uniform bone وفي جارتها اللي قدامها دي على طول في البيز of the first metatarsal bone يا طرأ ايه الاكشن بتاع tibialis anterior طبعا الاكشن بتاحها مين لي هتشد العظم ده لفوق تعمل extension of ankle joint اللي هو door c في الاكشن ده المين اكشن بتاعها زائد زائد يا جماعة كمان دي inserted في medial aspect of the food لو دي كده لو تخيلونا دي الفوت ده الصل of the food الحتة الر اللي دي اسمع الصل of the food واللي فوق ده اسمه door of the food insert هنا في medial aspect فلو شدت الميديا الاسبك of the food هي بتاخد الصل of the food inward medialy اما الصل of the food يا جماعة يبقى باصس medialy لجوه inward دي حركة اسمها inversion ما بتحصلش عند الانكل joint بتحصل عند الجوينت دي يا جماعة اللي ما بين التيلس والعظمة اللي اسمها الكالكينيس هنا في جوينت تحت التيلس على طول اسمها sub taylor joint فطبعا دي التبيالي anterior برضو main action لها انها بتاخد الميديا الاسبك ترزفوت لفوق فتعمل لك inversion of the foot عند الصب taylor joint فهي المين extensor of the ankle و واحدة من المين muscles اللي بتعمل inversion of the foot عند الصب taylor joint يا طرع ايه ال نير بتاع ال 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 دي دي فيبيولر نير اللي هو ماشي ناوام في المجموعة دي كده نصة وقاعد مغزيهم كلهم وبلا استثناء على فكرة في الطلبة طبعا هتزعل اول ان انا بقول دي فيبيولر ويقولك طبعا يقولنا زي الكتب الاديمة بتاعتنا اللي هو دي برونير انا طبعا يا جماعة ما بشرحش لجامعة واحدة انا بشرح لجميع الجامعات وفي منها الجامعات عندها كتب بأسماء قديمة ومتخلفة عشان الدكاترة اللي عامل الكتب دي ما بصوش في الكتاب اناتومي حديث بقى لهم خمستاشر سنة وفي جامعات تانية كتير بتذاكر من كتب نظيفة وكويسة ومراجع اجنبية فيها الاسامة الجديدة ولازم انت تعرفوا على فكرة جماعة الاسامة الجديدة الاسامة الجديدة دي اللي انت بعد كمان ما تيجي تمتحن اناتومي في المعدلة الامريكية والمعدلة الانجليزية والحاجات دي كلها هتمتحن اكيد بالاسامة الجديدة مش بالاسامة القديمة فانا عشان عرضي جميع بقول الاسامة الجديدة والاسامة القديمة وكل واحد ياخد اللي ايه اللي نفسه فيه فانا هوا المجموعة كلها سبلايب بديب فيبرور اللي كان زمان بتقال عليه تجيب برونيا لا دا جماعة بالنسبة لأول عضل اللي هي تبياليس انتيرور نيجي بعديها بقى للثلاث عضلات كلهم طالعين من الفيبيولة ثلاث عضلات طالعين من الانتيرور سيرفس الفيبيولة مين دول بقى التين دول التاني ده اللي قدام الانكل اللي هو هاز في في النيمونيكس اللي احنا قلناها طوم هاز هاز اللي هي إكستانسور هالوسي زلونجس الكنس الكنس طالع جماعة من الربعين دول أصلي الانتيرور سيرفس أوف في بيولة ده متقسم 4-4 من الربعين اللي في النص ربعين اللي في النص دول دي بيطلع منها ال إكستانسور هالاس زلونجس زائد طبعا زائقونها كلهم طالعين من الانتروسيس ميمبريم. من اسمها طبعا معبر اكسيتنسور هالوسيز. رايحة للهالوس. للبيج تو. البيج تو ده هو بقى حيث انها لونجس. اي لونجس زي ما انتم عارفين يا جماعة بتبقى انسرتت فين? في البيز اوف زا ديستال فالنكس اوف. طبعا هايسو انها هالوكس تبقى بيج تو. البيز اوف زا ديستال فالنكس اوف زا بيج تو. يا ترى العضا دي الاكشن بتاحها. مين لي? دي زا مين اكسيتنسور اوف اول جوينت. المين اكشن بتاحها? اكسيتنشن اوف اول جوينت اوف زا بيج تو. زا اي بقى انها بتساعد. بتساعد في مين? في الاكسيتنشن اوف انكل جوينت. طبعا انا كنت ايليكم من زمان يا جماعة واحنا بناخد الافر. دايما المين اكشن وفاماصل بيكون على العضم اللي انا انسرتت فيه. والعضم اللي قريب منه. وكل مبعد عن الانسيرشن الاكشن بتاعنا بل. فانا هنا المين اكشن بيكون على ديستال فالنكس. يقل شوية. على البروكسيم الفالنكس. يقل شوية. على الميتا تارسل. يقل قوي عن عشان تبعدت قوي عن انسيرش. يبقى ان هو عن ال ايه على الانكل. فدائما المين اكشن في مصر بيكون على العضبة اللي انا انسرت فيها. ويقل كل ما بعدت عن الانسيرشن. فهنا المين اكشن اكستانشن اوف زا جوينس اوف زا بيج تو. وبيتساعد بيتساعد في الايه? في الاكستانشن اوف زا انكل جوينت. نيجي بعد كدوان الاكستانسور ديجي تورام لونجس. الاكستانسور ديجي تورام لونجس دي بقى واضحة من الرسمة دي طالع منين. طالع من حتة كبيرة قوي من انتيرو سيرفس اوف فيبيولا. طالع من الابر سري كوارترز. من التلات تربع الفؤانين. ابر سري كوارترز اوف زا انتيرو سيرفس اوف فيبيولا. الخط ده. ونازده بقى حيث انها ديجي تورام. ديجي تورام يبقى رايحة المين? للاترال فور توز. والاترال فور توز دول برضو بيتقال عليهم باللاتيني ديجي تورام. والاكستانسور ديجي تورام على فاكرة الانسيرشن بتاعها زي اللي انت خدت في الابرلين بالزبط. هي رايحة فين? رايحة عشان تمسك في الاكستانسور اكستانسور الاكستانسور ديجي تورام. اللي بيغطي مين? الدورس الاسبكت of the proximal phalanges. وبعدين بقى تمتد. تمتد عشان تبقى انسيرتت في الدورس الاسبكت of the base of middle and terminal phalanges. ايه الاكشن بتاع الاكستانسور ديجي تورام? مينلي عالعظم اللي انسيرتت فيه. extension of all joints of the lateral four toes. زائد انها بقى كمان مهم عدية على الانكل البعيدة دي عن الانسيرشن دي بقى بتساعد في الاكستانشن of ankle joint. ايهن النيرف سابلاي بتاع الاكستانسور ديجي تورام? زي اخواته الديب فيبيولر او بتاع زمان اللي كان اسمه ديب برونيال نيرف. هو اللي ماشي في نص المجموعة ومغزيهم كلهم. اخر عدلة عندنا الصغيرة الرفيعة دي. الضعيفة دهين. دي طلعة منين? احنا اتفاقنا الانتيرو سيرفس متقسم الى ارباع. دي طلعة من اللور one force. او اللور one force او اللور quarter of the anterior surface of fibula. يعني لو تلاحظي الاكستانسور ديجي تورام طلعة من 3 تربع لفوق. والبرونيس تيرشيس او الفيبيولار اس تيرشيس دي. طلع من اللور one quarter. يعني اتفاقنا طول الانتيرو سيرفس ده متقسم. متقسم 3 تربع فوق اكستانسور ديجي تورام. ربع تحت الفيبيولار اس تيرشيس او البرونيس تيرشيس. والربعين اللي فالنص خدتهم الهالو. الهالوسيز. الاكستانسور. هالوسيز لونس. البرونيس او الفيبيولار اس تيرشيس ديجي طلع هي من اللور one quarter of the anterior surface of fibula. والتندوم بتاعها بقى رايحة بقى انسرتت فين؟ في الدورس الاسبكت. كله من فوق. في الفوت من فوق. فيبقى الدورس الاسبكت. of the base of fifth metatarsal bone. دورس الاسبكت of the base of fifth metatarsal bone. ايه الاكشن بتاعها؟ الاكشن بتاعها دي انسرتت في اللتر الاسبكت of the food. فلو دي كده الفوت. اكزامبل يعني كأنها food. وهي انسرتت في اللتر الاسبكت. لو شدت اللتر الاسبكت of the food لفوق. يبقى بتاخد الصلوب of the food لبرة. laterally. اما الصلوب of the food يبقى باصس laterally دي حركة اسمها eversion. ودي عضلة ضعيفة يعني بيتساعد في الاسبكت. زاد مع الديع in front of the ankle. فبيتساعد. في of the ankle joint. هي بتساعد ليه؟ لان ما يبقاش عندك اتنين العظمة دول. اللي في اللتر البروب اللي بيعملوا المين ايفرشن. وتقول دي يعني تتقارن به. فهي التيرشيز دي. دي التالتة كده يعني. دي بيتساعد في الافرشن. وطبعا العضلات دول كلهم اتفاقنا. سبلايت باي ديب فيبيولر. اللي كان زمان اسمه ديب برونيال. قبل بس ما نسيب الحتة دي يا جماعة. في قواعد عاما عايزك. لو انت اخد انا احطالك تحت الجدول. ده هي انا هي. تقارج يا عاما دي تاخدوا بالكم منها اهو يا جماعة. تقارج العاما دي بقى تقول لك ايه؟ اي تبياليس. اي تبياليس يا جماعة. في عندي تبياليس انتيرو في واحدة تحت وراء اسمها تبياليس بوستيرو. اي تبياليس تسمحها من غير ما تفكر بتعمل انفرشن. لانهما الاثنين انسرتد في الميديا الاسبكت اوف زافوت. كما يشدوا على الميديا الاسبكت اوف زافوت. بيخلوا الصور اوف زافوت ميديالي انورد تبقى انفرشن. واي فيبيولاريس. واي فيبيولاريس يا جماعة. ثلاثة دول هم فيبيولاريس. فيبيولاريس لونجس وبرييفيس واللي في الانتيرو بروب دي بتاعتنا الترشيس. دول كلهم بيعملوا ايه ذرشن. فاي فيبيولاريس او زمان بيقولوا عليها بيرونيس تبقى بتعمل ايه ذرشن. ماشي. سمعنا عن الاكستنسور اكسيبنشن هنا اوه. الاكستنسور اكسيبنشن هنا جماعة في التوز زي الصابع بالميلي. عدوسة تلاقي فيه اكستنسور اكسيبنشن ده. تبقى بتعمل درسال الاسبق وزا بروكسيبنشن. وبعد كوني تأسم لسلبس الاكستنسور اكسيبنشن. تروح تبقى انسرت في البازة وفزا مدل. والبازة وزا دستال فالنجس. ماشي. وتبقى ديل انتيرو جروب في فرنطة وزا لقى. تكتبك لكي تشتركوا وكي تبقى. اشتركوا في القناة.